مرحلة التحدي الأكبر بدأت مع عودة أول دفعة من المختربين اللبنانيين من الرياض وأبوظبي ولاغوس وأبي جون وسط إجراءات صحية مشددة رفقتهم من بلاد الانتشار حتى المطار ومنه إلى مراكز الحجر من فنادق بمرافقة القوى الأمنية رئيس الحكومة حسان دياب أكد من المطار أن الدولة مع العودة الأمنة للمختربين وهي معنية بكل اللبنانيين بالداخل والخارج الحكومة هذه معنية بكل لبناني، كل لبناني في الداخل وفي الخارج اللبنانيين كلهم نعتبرون من عائلتنا وإن شاء الله هذه الغيمة، غيمة الوضع الصحي بما يختص بالكورونا بتمرق بأسرع وقت وإن شاء الله بيكون إصاباتها بالحد الأدنى على اللبنانيين إن كان في الداخل ولا في الخارج المغتربون جرى تقسيمهم إلى أربع فئات تبعا لحالاتهم الصحية والتي نقلوا على أساسها إلى صلاة منقسمة ومنها إلى بصات نقلتهم إلى فنادق الحجر المؤقت ريثما تظهر نتائج الفحص السلبية أو الإيجابية بدنا ست ساعات من خلص فحص البي سي آر، مساء ممكن اللي بيحب أن يروح على بيته بعد صدور نتيجة البي سي آر والتأكد من الاستمارة وإمكانية الحجر المنزلي، ممكن يروح بمواكبة القوى الأمنية ومتابعة حسيسة من البلدية وفعاليات المجتمع الأهلي سيما الجمعيات الأهلية في مقابل إجراءات المطار إجراءات جديدة لتنقل السيارات خلال النهار أصدرها وزير الداخلية بعد حالات التفلت الكبيرة التي حصلت في الشوارع والمدن اللبنانية وتقضي الإجراءات بتحديد أيام لسير كل مركبة وفقا لرقم لوحتها لا شك أن الأسبوعين المقبلين سيدعان الدولة واللبنانيين في مرحلة من التحدي أو الاختبار الضقيق والنتيجة أما نجاح خطات العودة والتزام المغتربين الحجر المنزلي طيلة أسبوعين وأما الفشل وبذلك تكون هذه الخطة القشة التي قسمت ظهر البعير ليلة خليل الغد، بيروت